استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والوفد المرافق له كما استقبل الرئيس السيسي وزير خارجية الدانيمارك لارس راسموس وذلك بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والوفد رفيع المستوى المرافق له الذي ضم مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول العلاقات الراسخة بين النصر والاتحاد الأوروبي حيث أثنى الجانبان على الزخم الذي يشهده التعاون الثنائي الذي تكلل في الشهور الأخيرة بإعلان الشراكة الاستراتيجية والشاملة وعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وقد تم تأكيد العزم على الاستمرار في استكشاف أفاق جديدة للتعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وموضوعات الطاقة والهجرة والبيئة بما يحقق مصالح الطرفين في مواجهة تحديات المشتركة وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانب الأكبر من اللقاء تركز على الأوضاع في غزة والشرق الأوسط حيث تم استعراض الجهود المكثفة التي بدلتها مصر والشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الرهاء والمحتجزين بحيث يمكن إنهاء الكارثة الإنسانية التي تواجه أهالي غزة فضلا عن تمهيد الطريق لإنفاذ حل الدولتين الذي من شأنه فتح آفاق السلام والتعايش والاستقرار والتنمية بالمنطقة وأكد السيد الرئيس في هذا الصدد خطورة خطوات التصعيد المستمر التي تدفع في اتجاه توسيع دائرة الصراع مشددا في هذا الصدد على المسئوليات التي تقع على عاطق المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للضغط المكثفة في اتجاه توصل الاتفاق ينهي الحرب الجارية بما في ذلك العنف والتصعيد الذي تشهده الضفة الغربية وعلى النحو الذي ينزع فتيل التوتر بالمنطقة ويستعيد الأمن والاستقرار الإقليميين هذا وقد حرص الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على الإعراب عن بالغ التقدير للدور الذي تقوم به مصر كدعمة أساسية للاستقرار بالمنطقة مؤكدا اهتمام الاتحاد الأوروبي بالتشور المتواصل مع مصر ودعم جهودها الدؤوبة لحفظ الاستقرار الإقليمي خلال تلك المرحلة الحارجة التي تشهدها المنطقة كما أشهد السيد الرئيس في هذا الصدد بمواقف السيد جوزي بورل الموضوعية والمنصفة على مدار الفترة الماضية كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد لورس راسمسون وزيرة خارجية الدانيمارك وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن وزيرة خارجية الدانيمارك نقل للسيد الرئيس تحيات جلالة ملكة الدانيمارك والسيدة رئيسة الوزراء وهو ما بادله السيد الرئيس بالتحية والتقدير في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين وتم في هذا الصدد استعراض سبل تطوير التعاون المشترك الذي يشهد تقدما ملموسا خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية حيث ثمن السيد الرئيس في هذا الإطار الدور المقدر للشركات الدانيماركية في دفع التنمية الاقتصادية في مصر مشيرا إلى فرص توسيع التعاون بين الجانبين خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والنقل البحري بما يعود بالفائد على الدولتين والشعبين الصديقين وقد تناول اللقاء كذلك الأوضاع في الشرق الأوسط حيث حرص وزير الخارجية الدانيماركي على الاستماع إلى رؤية وتقييم السيد الرئيس للأوضاع الراهنة بالمنطقة وقد أشار السيد الرئيس في هذا الشأن إلى الضرورة القصوى محتجزين بما يسمح بإنقاذ أهالي غزة من الأوضاع المعيشية المأساوية التي يعانون منها وفي ذات الوقت شد السيد الرئيس على ضرورة أن يتزامن ذلك مع مسار جاد وحاسم لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على النحو الذي يحقق تطلعات شعوب المنطقة نحو العدل والأمن والاستقرار والتنمية وهو ما اتفق معه الجانب الدانيماركي كما تم التوافق على أهمية الدور الإنساني الذي تطلع به الأونروا والذي يجب دعمه وحمايته مما يتعرض له من عراقيل وقد تطرق اللقاء كذلك إلى عدد من الأزمات القائمة بالمنطقة وخاصة الأوضاع في السودان حيث أكد السيد الرئيس ضرورة دعم السودان الشقيق مستعرضا في هذا السياق جهود مصر لاستعادة الاستقرار به ومشددا على أهمية احترام سيادة السودان ومؤسساته الوطنية ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بالإضافة إلى تكثيف الدعم الإغاثي في ضوء تفاقم صعوبة الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب السوداني الشقيق